هي الجلسة الأولى للحكومة اللبنانية الجديدة بعد نيلها الثقة في مجلس النواب وقبل مناقشة جدول الأعمال توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بكلمة إلى الوزراء شدد فيها على ضرورة العمل بسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من الأمور الأساسية كما ووضع الحاضرين في أجواء اللقاء الأخير مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أطلع الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى باريس والاجتماع الذي عقده مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وواصفنا اللقاء بأنه كان جيدا جدا وأن الرئيس الفرنسي أبدى اهتماما لافتا بدعم ربنان مؤكدا استعداد فرنسا للمساعدة في أكثر من قطاع معتبرا أن الباب الحقيقي للنجاح هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة وبعد مناقشة جدول الأعمال الذي ضم 11 بندا اتخذ مجلس الوزراء بعض المقرارات وأهمها تكليف لجنة وزارية مفاوضة صندوق النقد الدولي إضافة إلى تأمين قرض لمؤسسة كهرباء لبنان الموافقة على إحالة قضية انفجار خزان الوقود التي وقعت في منطقة التليل في عكار إلى المجلس العدلي الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية وبعد قليل فوض بموجب المادة 52 من الدستور لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية وزير الطاقة والمياه وليد فياد أكد من جهته أن رفع الدعم كان أمرا ضروريا في ظل الهدر ونشاط السوق السوداء يعني بمعنى آخر اليوم لما المحروقات كانت مدعومة كنا عم نشوف أنه معظم هالدعم عم ينهدر كنا عم نشوف أنه السوق السوداء شغالي كنا عم نشوف أنه تقريبا الشعب والمواطن العادي أقل واحد عم يستفيد من هالدعم وإجهات أخرى هي اللي عم تستفيد لذلك ارتقينا أنه بدنا نبلع هال هالبويزنت بيل أو هالحب الصعبي سامي ولكن ضروري بمعنى آخر أنه منشيل الدعم عن المحروقات لما قلنا قدرته أصلا ولذلك الدعم عن المحروقات بدنا تقريبا مع حركة أيامه رح ننسي هلا هيدا كله لحوصلك للكهرباء خلص تقريبا خالص الدعم ما في دعم وقبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء عقد المجلس الأعلى للدفاع جلسة مدد فيها إعلان التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا في حضور السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقد اتخذ المجلس قرارا بإصدار إنهاء بتمديد إعلان التعبئة العامة ابتداء من 11.2021 ولغاية 31.12.2021 والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقا وقد سبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون وميقاته اشتركوا في القناة